نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريدة الجمهورية وزميلتنا العزيزة مريم سميح اللي حتقول لنا على آخر الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة وكمان حيكون لها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك لعزيزة فضلي صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية طبعا قبلا من نروح يا كريم للقاءنا مع أستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية خلينا الأول نستعرض العنوين اللي هتكون معنا في هذه الجولة البداية من موقع اليوم السابع اليوم انتخابات اتحاد الكرة ومنافسة بين قائمتي جمال علام ومحمد إبراهيم ومن جريدة الأخبار العلوان المنتخب يتضرب بالقوة الضربة اليوم ومن المساء كان 20-22 ملايين الدولارات تتصارع على اللقب السنغال الأغلى كاتفور الثاني ونيجيريا الثالث وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط بعد جلسة مع تخال لكاكو باقي في تشالسي طبعا هنتناقش في كل هذه العنوين مع ضفنا العزيز جدا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية طبعا برحب بيك في البداية وصباح الخير عليك صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الزمل في الستوديو لو هنتكلم النهاردة يمكن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة طبعا لا اختيار مجلس جديد لدارة الجبلية حتى نهاية 20-24 لو هنتكلم عن القائمتين جمال علام رئيس الأسبق للاتحاد طبعا ومحمد إبراهيم شايف المنفسات ازاي ويمكن يعني الكفة رايحة لقائمة مين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الحمد لله لنبقى الانتخابات النهاردة ان شاء الله بعد فترة طويلة يعني وده طبعا هيقدي إلى استقرار كبير للاتحاد وقراراته وبناء عليها بقى في استقرار في كل شيء في جميع الفرق والمنتخبات وطبعا احنا بنتمنى التوفيق للاتنين ولكن طبعا لازم في كفة هي الراجحة وأنا من وجهة نطرة طبعا الكابتن جمال علام هو طبعا بخبرة كبيرة وكان هو رئيس الاتحاد الأسبق وليه شعبية كبيرة وطبعا أكيد خبرة كبيرة وشيء طبيعي أكيد الأعضاء الجمعية العمومية هختاروا طبعا الخبرة وان كان طبعا هيبقى فيه منافسة من محمد ابراهيم رئيس نادي بولاية الدكرور وطبعا نتمنى للمنافسة الشريفة وبحيث ان طبعا نحن ان شاء الله بإذن الله يبقى اللي جاي أفضل ونخرج بقى من عنق انتظار الانتخابات وان شاء الله بإذن الله في الجمعية دي المشروع الاختماع هي هيوقعه المرتب للمدرية التنفيذي وغيره وان شاء الله كل ده يخلص على خير وان شاء الله يبقى نتمنى التوفيق للمجلس الجديد بإذن الله ان شاء الله لو هنتكلم النهاردة طبعا عن تدريب المنتخب يمكن خلاص صفوف المنتخب اكتملت بوصول محمد صلاح وتريزيجي وطبعا الحمد لله بعد ما اتطمننا على سلبية مسحة كورونا ووصولهم للمنتخب هم طالبوا طبعا راحة سلبية 24 ساعة يمكن كارلوس كيراش خلاص بيدرس كل نقاط الضعف والقوة لأكيد يعني نيجيريا وغينيا بيساو خلاص على الأبواب 11 و15 يناير هنخل منافساتنا شايف التمرين النهاردة ازاي بعد اكتمال الصفوف وكمان ازاي المنافسات في أفريقيا طبعا والتمرين يعني بقى اشتعل زي ما يقوله بانضمام محمد صلاح وقوتنا الضربة اكتمالية خاصة احنا عندنا طبعا لاعبين كثر من المحترفين في الخارج الى جانب لاعبين متميزين جدا محليين كل ده بيمسل قوة لمصر خاصة نيجيريا من الفرق القوية جدا والمباراة مش هتبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة على منتخب مصر في المجموعة الرابعة وان شاء الله بإذن الله وكروش فاهم وبيعمل كويس وهم رتب نفسه كويس وخاصة ان هو قاعد مع اللعبين بشكل خاص وطالبهم بالتركيز بشكل مئة في المئة في كل شيء حدد خطته ان كانت بتقترب من اربعة تلاتة تلاتة بحيث يبقى فيه السلاسة الارتكازة بقليهم دور فعال في الهجمات المرتدة الى جانب التزديد التصيب من خارج منطقة الجزاء الى جانب مصطفى محمد وقدرته على الارتقاء في منطقة الجزاء واستخدام الرأس وفي احراز الاهداف فان شاء الله كل التوفيق والتريزيجية طبعا محطوط تحت الاختبار بحيث ان هما يشوفوا اذا كان هقدر يشارك ولا وبالنسبة طبعا لعبدالله الصعيد كان عنده اصابة فطبعا ده هيرجع ليه المدير الفني والجهاز الفني وهيختار التشكيلة صحيحة امام نيجيريا فكل التوفيق ان شاء الله تبقى نحقق النجمة التمنى بإذن الله منتخب مصر وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله كان عشرين اتنين وعشرين يمكن اربعة وعشرين منتخب بيشارك في البطولة لو هنتكلم عن القيم التسويقية زي ما احنا شفنا طبعا في تقرير المساء يمكن ملايين باليورو السنغال الاول يعني ما يقرب من تلتمية واحد واربعين مليون يورو وشايف القيم التسويقية ازاي؟ طبعا هي 340 لنيجيريا وطبعا ساحل العاج ونيجيريا واستنغال طبعا بعد كده احنا بلاقي المغرب والجزار بعدين ومصر في الرقم السادس بما يقرب يعني 164 مليون يورو الا ان طبعا محمد صلاح هو الاغلى لاعب فيه اعتبر يعني فيه من اغلى اللاعبين في البطولة ده طبعا نتيجة الاحتراف في الخارج وقوة اللاعبين وقوة المنتخب وتنوع او العدد اللاعبين المحترفين لكل فريق فيه الخارج فكلما ارتفع عدد اللاعبين المشاركين في ليفربول وتشيلسي وريال مدريد وغيره من الفرق فطبعا بيرتفع كمت التسويقهم ومن خلال ده بيبقى فيه قوة ومنافسة لان كل اللاعبين جميع اللاعبين بيبقى عندهم خبرة عالمية كبيرة جدا فبتبقى المنافسات قوية جدا ما بين المنتخبات وان شاء الله نتمنى المنتخب مصر احراز الكاز باذن الله ان شاء الله مع ذكر تشيلسي يمكن العنوان الاخير معنا من صحيفة شرق الاوسط كان بيتكلم عن المناوشات ما بين لوكاك وطبعا مهاجم نادي تشيلسي وتخال المدير الفني ده طبعا بسبب لقاءه في سكاي سبورت كانتكلم ان هو غير راديو مش بيشارك في صفوف الفريق وكمان ان هو يريد العودة لانتر ميلين طبعا هو احنا كتير من اللقاءات سواء اللاعبين او المدربين اللي هو بيبقى بيحاول او بينبه مجلس الادارة او الجهاز الفني بتاعه انها موجود ما بيبقاش مش في كل مرة بيبقى اللاعب او المدير الفني عايز يترك الفريق وده اللي حصل لوكاكو لانه 28 سنة بيبقى نفسه ان هو بيشارك بشكل ايجابي ودايم مع تشيلسي وان كان طبعا دي نظرية نظرة المدير الفني فهو من خلال كلامه الاخير ان انا لأ انا باقي لغاية الشتاء والغاية الصيف القادم مع تشيلسي وما ما فكرش وده كان مجرد حوار بسيط تم يعني فهمه بشكل خاطئ وبدليل انا باعترفه وده طبعا المدير الفني اللي هو طبعا تفهم ده واكيد هيبقى فيه نظرة قادمة ان كان المدير الفني شايف ان هو يبقى اساسي مع الفريق فكل التوفيه ان شاء الله مشكورك جدا نورتنا وشرفتنا يا استاذ حسام على شاشة قناتنا من دي الاهلي وتحديدا عشر صبح في الاهل شكرا يا فندم شكرا دي كانت جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقار جارية الجمهورية بشكركم جدا العودة ليكم مرة اخرى احنا بنشكرك شكرا ليك جدا زميلتنا العزيزة مريم وشكرا مرة تانية ليزميلتنا العزيزة هنبو القاسم اشتركوا في القناة